طيب ايه بقى اللي حصل في النادي الاهلي ما بعد خسارة مباراة السوبر تعال اقول لك يلا بنا اولا كابتن سامي ممصاني المدرب العام بالنادي الاهلي ابلغ لعيب الفريب الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة اسبوع وبعدها تم الاتفاق على موعد عودة البعثة الى القاهرة وموعد التحرك الى المطار وصل بعض اعضاء البعثة صباح اليوم في حين استمر بعض اللاعبين في السعودية لاعداء مناسك العمرة مثل رامي ربيعة وافشة وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي كان له حديث مع اللاعبين بشكل جماعي وفردي بجانب جلسات كولر المستمرة مع جهازه المعاون لبحث اسباب خسارة السوبر الافريقي كولر عقد اجتماع مطول ايضا بشكل منفرد مع ياسين ميكاري محلل اداء الفريق للحديث عن بعض الامور الفنية الخاصة بما حدث في السوبر وجلسة اخرى جمعت ميشيل يانكون مدرب حراس الاهلي مع حراس الفريق للحديث عن ما حدث في مباراة السوبر وكان محور الحديث ملف رقلات الترجيح وطريق التزديد لعبي الزمانك كهرباء كان لديه حديث مستمر ومطول مع افشع على وايضا امام عشور وذلك لانهاء المشادة الكلمية الخفيفة التي نشبت بينهما في ارادية الملعب بعد المباراة وسامي قمصان كانت لديه اتصالات مع محمود الخطيب رئيس النادي وهيقوم بتقديم تقرير شامل عن الرحلة وخصارة السوبر الافرار